بحييكم من صوت في نيئة أنا اليس بيجاني اليوم السابت 20 تموز 2024 اليوم عيد مارليس نتمنى بالبداية لكل اللي بيحملو هالاسم هيدا يتمثلوا بشاجعته وبقدرته عن الدفاع عن الحق وبإيمانه قداش نحن اليوم بلبنان وببلاد الانتشار محتاجين ومحتاجين انه يكون فينا بكل واحد فينا يكون في مارليس لأنه مارليس لا سوا ولا ارتضى انه يكون بغير إيمانه ودافع عن إيمانه وحارب وترك الرب انه ياخده ويشيله ويطلعه على السماء وينتصر بالرب على اللي كانوا عم بيحاربه نحن بوضع اللبنانيين في اليوم وضع تعيس وقبل ما نشوف مين اللي مسبب تعاستنا اللي هو طبعا الاحتلال الايراني اللي متمثل بحزب الله اللي دمر البلد وما ترك فيه شيء لا مؤسسات ولا حدود ولا بنوكي ولا مدارس ولا نظام ولا قانون ولا قضاء ما ترك فيه شيء فقر الناس غطى كل شيء فيه ناس فاسدين وهو دي الفاسدين غطوا وبالتالي تبادل المصالح قبل ما نشوف نحنا متل ما قلنا مين اللي مسبب لنا هالمشكلة بدنا نعرف نحنا شو وضعيتنا وشو قدرتنا على مواجهة هالمشكلة وبد نكون عندنا اول شيء الجرأة والمعرفة والشجاعة انو نسمي المشكلة المشكلة في لبنان اليوم هي الاحتلال وكل الباقي اللي عم نشوفه ومنعاني منه هو اعراض بهالاحتلال هاي دي كيف فينا نواجه هيدا الاحتلال اول شيء بدنا نعرف انو هيدا الاحتلال اذا ما سميناه باسمه وشفنا مين من هالقيادات ان كانوا رجال دين او سياسيين او اعلاميين او متمولين او ناشطين بدنا نشوف من هاودي مين اللي عم بيسمي هالاحتلال باسمه ومين اللي مش عم بيسميه ومين اللي ابلان يكمل بها الحياة هاي دي يعني بالحكم تحت مظلة هالمحتل ومين الرافد حتى نعمل هاودي كله بد يكون عندنا نحنا مناعة ذاتية لانو اللي عنده مناعة الامراض صعبة تدخل على جسمه واللي مناعته قليلي الامراض بسرعة تغزي جسمه وتفتك فيه وهيدا اخر مثلا لنا اللي كان الكوفيد كل هالضجة اللي طلعت على الكوفيد بين مؤيد وبين معارض اللي كانوا عم يعطوه اللي هو اللقاح اللي مفترض انه يقوي مناعة الناس حتى ما تخلي الكوفيد يغذو جسم الانساء اذا نحنا اول شي بلا نعرف مين المشكلة المشكلة هو المحتل والمحتل اللي نسميه باسمه وما نتملق له وما نفقد امل لانه هيدا المحتل اللي عندنا اليوم عايش بحقبات ما قبل التاريخ وهيك ناس بهيك ثقافي لا يمكن يكملوا ولا يمكن بالنهاية ينتصروا وتبقى نهايتهم كتير قريبة اذا اللي بوجهوا وقف وواجه وحط النقاط على الحروف وبإيمان وما استسلم وما قبل يكون بوضعية الغنم والقطعة نرجع لعنا لجهتنا نحنا طيب اللي نحنا قايلين وما ترفين انه في احتلال شو مفروض نعمل مفروض يكون عنا ثقة بناس قياديين ورجال دين عارفين المشكلة عم بيواجهوها ومنهم تجار تجار هيكل ومنهم منافقين ومنهم بميت لون ولون ومنهم عم بتاجروا فينا وبيغشونا شو بيقول القديس بولوس الرسول برسالته لأهل رومي بيقول يا إخوتي أناشدكم أيها الإخوة أن تحذروا الذين يثيرون الإنقسامات والشكوك خلافا للتعليم الذي تعلمته فابتعدوا فابتعدوا عنهم لأن أمثال هؤلاء يخدعون ربنا يسوع المسيح بل هم جماعة لا تهمهم إلا بطونهم وبالتعون المعصولة يخدعون قلوب الأبرياء ولذلك أريدكم أن تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر إذن وبيقول مريع أوب برسالته بيقول اللي بيخطئ مش بس اللي بيعمل الشر وبيرتكب الخطيئة اللي بيخطئ اللي بيكون قادر يعمل الخير وما بيعمله وبالتالي القيادين اللي عنا واليوم ما رح نسمي أحدا لأنه عم نحكي بالعموميات وبالمواصفات القيادين اللي بيقولوا انه هني ضد حزب الله بالواقع 99.9 منهم راضين بهيدا الاحتلال وبيشتغلوا من تحت مظلطوا وبيتملقوه وعندون مثل سفرة يعني عندون عندون جماعة اتصال بحزب الله حزب الله محتل لبنان حزب الله مدمر حزب حزب الله بنا ننفس القرارات الدولية برجع بيطلع هدا سلامته اللي هو موظفه تيحكي تيحكي الكلام اللي بيحكي هوني في كلام للخورية وفي كلام للرعية للرعية الكذب والنفاق وللخورية بيخبرها الخورية على المخد كل شي صحيح فالكلام اللي بيطلع للرعية انه حزب الله حرر الجنوب حزب الله بيمثل ابناء الطائف الشعي وشهداء ومثل شهداءنا والحرب اللي عملها بالجنوب هاي دي نحنا من ايدو فيها وانا شخصيا حدا منهم هاودي اللي الله عطين بيقول انا بيتمنى انه استشهد بالجنوب شو شو هالكذب وشو هالمنافق هيدا وانا بيتمنى انه السيد نصر الله يلتقي بي البص تبعي ومنكمل من هاون عم نعطي مثال ونموزج على احقر الناس اللي بيحكوا مع الرعية وعلى احقر اصحاب شركات الاحزاب اللي مثل الحربية عندهم يتلعون اذا شو المطلوب مننا نحن مطلوب مننا اول شي ما نكون غنم ما نقبل بوضعية القطعان ونسمي الاشياء باسمائها ما نبيع ضميرنا او نخدروا وما نزقف وما نتزلم لقائد او زعيم او صاحب شركة حزب نحنا بداخلنا عارفين انه منافقه دجال وما بيوم كان عنده رؤية وهيدا الزعيم او صاحب شركة الحزب عم بيبيعنا وعم يشتري فينا وعم بيبيع الوطن وعم بتاجر فيه هكي ناخد جردي لأي زعيم حدا بيزقف له وحدا بيقل له بنروحه بالدم بنفديك ناخد جردي بتاريخه السياسي تاريخه العملاني على الارض خدوا اي حدا قبل ما تزقفه لحدا خدوا عملوا جردي بتاريخ هذا الانسان مين مكان يكون بتركنا امتراننا صاحب شركة الحزب اللي عنا نعمل جردي ونشوف طيب هيدا شو المواقف اللي اخدها بوجه السعاد هل هو مؤمن هل هو نموزج بالوطنية هل هو بيخاف ربنا هل هو عنده ضمير يعني شو الضمير يعني ضمير اللي هو صوت ربنا بداخلنا هل ما اتل عن سابق تصور وتصميم هل ما اعتدى على اللي هني ما بيقيدوا او بيعرضوا هل اخد مواقف واضحة وصريحة وصارح الناس هل عنده موقف واحد او مثل ما قلنا عنده ليزان يعني عنده مسؤول علاقات مع حزب الله ومع السوري ومع غيره وبيخبرنا شي وللخورية بالله اللي بيخبرها شي تاني بنا نعرف الفرق بين كلام الكلام اللي بيكون موجه للخورية والكلام اللي بيكون موجه للرعي عنا بترك مواقف وشي تأتير شي تأتير على الآخر وعملنا كذا فيديو نحنا ما انتقدنا بالشخص نحن ما بيهمونا لأشخاص نحنا أخدنا المواقف المواقف التأتير المواقف الذنية الواقف الإسخريوتية وسميناها وقلنا شو البديل وهاي كمان عم بتكون مقارباتنا لكل مواقف أصحاب شركات الأحزاب لأنه بلبنان ما في حزب الحزب بالمعايير الكندية الأوروبية الأمريكية الأسترالية حزب بيكون في تداول بالسلطة بيكون في وضوح بالتمويل بيكون في مواضي وضوح بالمواقف بيكون في بلاتفورم عاملينه اللي بيقدر يكمل بكمل اللي بيفشل بيفشل بيروح عند أمه بفلع بيته هاودي عنا نحنا كل حزب من الأحزاب في لبنان في شي مهم أنه ولا حدا من هاودي الأحزاب بيخبرنا من وين يجو مصرياته ولا حدا بيخبرنا كيف عام يصرف ولا حدا عنده بأي حدا من الأحزاب هاودي عنده فترة معينة للرئيس وكم مرة بيحقله يكون رئيس هاودي كلهم فاتحينهم لأنهم هادي شركات يملكوا بيوريتها لمرطه بيوريتها لصهره بيوريتها لابنه وبيبيع في حدا في حزب إن الأحزاب بيعوه هاودي عم نحكي بس مش عم نحكي نحنا عن حزب الله وعن الجماعة الإسلامية وعن القوم السوري وعن البعثي عم نحكي عن الأحزاب اللي بتقول عن حالة سيادية إذن نحنا شو المطلوب مننا مطلوب مننا إذا كنا فعلا أول شي مؤمنين بحقنا مؤمنين بحريتنا مؤمنين بلبنان إنه هيدا بلد مقدس ونحنا حراسه من أي مذهب أو طائف انتمينا ومنحترم ذاتنا وهنا رأي حر إذا نحنا هاودي المقومات عنا إياهم مفروض نبعد عن كل إسخريوتي مين ما كان يكون إن كان البطر ولا المطران ولا صاحب شركة الحزب ولا الإعلامي ولا التاجر نبعد عنهم ونحذر من شروره مثل ما قالنا ماربولوس هاودي هني اليوم اللي مانعين تحرير لبناء إذا بس اللي حبينا نركز عليه بهال التعليق الصغير هيدا إنه نحنا ما بدنا نظلنا نلوم غيرنا بدنا أول شي نزيد مناعتنا الوطنية والإيمانية والسيادية والاستقلالية ونخلي ضميرنا حي ونحترم ذاتنا ونسمي الأشياء بأسماء ونعرف نفرق بين الخير والشر ونعرف نفرق بين المنافق والدجال والإسخريوتي والمتلون الحربائي عم نحكي هون عن القيادات عن أصحاب شركات الأحزاب وعن رجال الدين وبين الصادعين والصادعين اليوم دلأسف إليل ولكن لأنه بلدنا مقدس ولأنه الرب سبحانه وتعالى باركه ولأنه هايدي غيابة الأرز فيه وهو مذكورين بالكتاب المقدس فوق الخمسة وسبعين مرة دايما ربنا من بعد ما عطى هالنعم كله وهيدي وهالرضى اللي عطى للبلد ولأهله دايما ربنا بيخلي خمائر وهيدي الخمائر موجودة كل المطلوب بنا نحن اليوم إذا كنا فعلا نحترم نفسنا ومنحترم ذاتنا ومن عارفين وين المشكلة ومين اللي مسببها ومين اللي عم بيغطي عليها مفروض نحن نشوف وين هاودي الخمائر ونقف معه حتى يخمروا عجين الوطن اللبناني طي يقدر هالوطن هيدا بهمة أحراره مش بهمة الأغنام والقطعام والبيقولوا بروحوا بالدم منفديك يافلان بهمة هاودي المؤمنين بهمة هاودي الصادعين اللي بيشدوا للحق وبيسموا الأشياء بأسماء نرجع نقدر نوقف ونقول لا هيدل لا إلى تام هيدل لا بالبداية صعبة ولكن لما اكتار بيقولوا لا للمحتل وبيقولوا لا للي عم بيغطوا المحتل وعم بيتاجروا بالوطن والمواطنين ساعتها منكون على الطريق الصحيح وساعتها ربنا بيكون معنا ربنا لكل إنسان أعطي وزنات ولكل إنسان بهالوزنات مطلوب منه يعمل شيء ويستعملهم ولكن ربنا ما بيشبر حدا يستعمل وزناته لسبب نحنا أحرار لسبب نحنا مفروض نستعمل وزناتنا وزناتنا اللي عطينا ياهم مجانا الرب اللي هو بينا لأنه مثل ما قالت لميزو لما كان عم يبعثون تيبشروا قال لهم الرب أعطاكن بالمجان وإنتوا أعطوا بالمجان مجانا أعطيتهم ومجانا تعطوا نطلب بكل محبك من كل حدا بيحترم نفسه وبيعتبر إنه لبنان بلده وبيشوف إنه هيدا البلد مميز وإنه هيدا البلد مؤدس وإنه في مشكلة اليوم كارثية هي الاحتلال احتلال حزب الله مفروض يحصن نفسه وياخد موقف ومواقف ويعرف يختار القيادات اللي هني قادرين يساهموا بالتحرير وإلا من جورة لجورة ومن كارثي لكارثي ومن نفديك يا أستاذ بالدم وبالروح وهو بيكون لا فرقاني معه ولا دمنا ولا روحنا مشكر للمتابعة واللي حابي بيكمل يتابعنا بنطلب منه يشترك بالقناة وما شغلي كتير زيقهيني يعني محل ما فيه سابسكرايب بتكبسوا على السابسكرايب وبتشتركوا وعنا نحنا كل يوم متل ما نذكر دايما بنشراتنا بكل تعليقاتنا عنا تعليقات عنا نشرات أخبار يوميه بالعربي وبالإنجليزي ومفصلي يعني اللي بيحب يتابع ويضل على تواصل بكل مجريات الأمور إن كان بالوطن أو بالاغتراب بإمكانه يعني يقرأ هالعنوين فقط إذا بدوا ما يفوت بالتفاصيل العنوين النشرات ومنحط دايما روابطها على كل مواقع التواصل الاجتماعي والرابط للموقع تبعنا هو تير بسيط بيحمل اسمنا lsbjaninews lsbjaninews كلمة وحدة dot com ومع هالتعليق هيدا مثل كل التعليق منحط رابط للتعليق بينصه وبكل الأمور اللي تنكتب معه على موقعنا مشكل إصغاء أقول وأشتم وعاش لبنان وعاشت الحرية وعاشت فينا الأهم القدرة على تسمية الأشياء وبقاء ضمير ناحي